اشتركوا في القناة وواجهها الجيش البريطاني بقواته بالقتل باستخدام كل الاسلحة حتى الاسلحة المحرمة استخدمها استخدم الطائرات والقصف والمدفعية وكانت الثورة يوم بعد يوم ثورة العراقيين تحرز التقدم والانتصارات وكانت الدوائر الاستعمارية في بريطانيا تفكر كيف يمكن القضاء على هذه الثورة وبعد اكثر من اربعة شهور كمستشهر من قيام هذه الثورة وكان المسؤول او المندوب السامل في العراق في ذلك الوقت هو ارنولد دولسن قائد العام او الحاكم المدني العام للعراق كان ارنولد دولسن وهذا كان رجل شديد واعتبره واحد من اسباب قيام الثورة فغيروا الموضوع وكان واحدة من خططهم ان يأتون ببرسيكوكس وبرسيكوكس هذا كان في العراق هو من دو سامي ودو سفير في ايران وعندما اشتدت الثورة وارادوا القضاء عليها وانهاء الثورة جاءوا به لانه ثعلت من تعالب السياسة البريطانية ولهو خبرة في المنطقة وهكذا وهو من اوائل الذين دخلوا للعراق عام 1914 عندما احتلت القوات البريطانية الفاو كان معاهم برسيكوكس كان مستشار سياسي للقوات البريطانية فهو لهو خبرة بالعراق وبالعراقيين فجاءوا به فعندما جاء يعني هذا قبل قبل تنصيب فيصل ابن الحسين ملكا على العراق فيصل الاول شكل حكومة جزء من خطة ان يشكل حكومة عراقية فشكل حكومة عراقية وجعل في هذه الحكومة هذه القصة ستجرنا الى القصة التي نريد ان نتحدث عنها الواقع او الحدث الذي نريد ان نتحدث عنه فشكل هذه الحكومة خله وزراء معينين وخله لكل وزير مستشار بريطاني وهذا المستشار البريطاني هو الحاكم الفعلي يعني الوزير لا يستطيع ان يفعل اي شيء يعني كل المعاملات وكل القرارات وكل التوجهات كلها تمر عبر المستشار البريطاني فلا يمكن اتخاذ اي قرار او اي موقف الا بموافقة المستشار البريطاني فبالتالي واجهة وضع واجهة ليس اكثر والمستشارين سميت حكومة المستشارين بريطانيين واقع الحال ويتحدث هو سويناكم حكومة عراقية وشوفوا وزراء عراقين واسماء عراقين هذا واقع الحال الذي جرى هذا يخليني نفس الحال الآن في كل الوزارات الآن في حكومة حمد الشياء السوداني في الحكومات السابقة كل الوزارات رغم ان الوزارات هي محاصصة وكل وزير حصة حزب معين محاصصة طائفية وعرقية يعني كل الاحزاب وكل القوى لها حصص في وزارات معينة هذه هذه حزب الدعوة الى ما اعرف كم وزارة ما اعرف منه جماعة الحكيم ما اعرف اش قيد جماعة قيصد خزعلي مذلك كم وزارة واكذا يوزعوا الاقراد هل قد السنة هل قد يعني هذه المحاصصة اللي بيناتهم وسموها حكومة توافقية فذول الوزارات رغم انهم كلهم حصص هذه الاحزاب والقوى التي في العملية السياسية لكن الوزارات كلهم لا يحكمون بقدر ما وضعوا لهم ما يسمى اللجنة الاقتصادية في كل وزارة اكو لجنة اقتصادية تابعة لحزب من احزاب السلطة هي المتحكمة بالوزارة هي التي بيدها الشدول يعني كل شيء بيدها كل القرارات بيدها كل العقود كل المشاريع كل الاحالات كل المناقصات كل شيء الاموال كلها بيد هذه اللجان اللي تسمى اللجان الاقتصادي وهذه اللجان ميليشيا أو يتاوى على الاحزاب هذه هي المتحكمة فتشبه حكومة برسيكوكس نفس القضية ويبدو ان البريطانيين هم اقترحوا عليهم هذا لانه هذا الخبث البريطاني والعقل البريطاني ما زال يعيش بهذه الحكومات الحقيقة في العراق يعني كل اللي جرى في العراق منذ عام 2003 لحد الان ليس بعيدا عن بريطانيا ابدا بما فيه احتلال العراق 2003 كان بمخطط بريطاني قبل ان يكون امريكي هذا واقع الحال وكل الاحاديث التي تجري ويعني كل التخطيطات التي تجري كل الاطر التي ترسم عندما تنظر وتبحث وراءها تجد بريطانيا لذلك لا اعرف من قال انه اذا سمكتي انت عاركت بالماء ساقول بريطانيا كانت السبب حقيقة بريطانيا وراء كل هذا فعندما اسمع محمد الشيعة السوداني رئيس الجزراء الحالي يقول انه صناعة التاريخ لم تحدث في مكان في بالعالم كما حدثت في بلاد النهرين ما يقول لنا شلون يعني شلون صناعته التاريخ منه صناعة التاريخ اللي صنعوا التاريخ هم ذلك ثوار العشرين اللي لا كانوا طائفين وكانوا عراقيين وكانوا وطنيين وكانوا بقم كانت الشجاعة والوطنية والاخلاق العالية والرجولة والعراقية قبل كل شيء تتفجر في دماؤهم ودافعوا وقدموا التضحيات هؤلاء عن صنعوا التاريخ اما انتم مثل ما يقول الحزب الدعوة انه عروق هذه الحكومة دافوا عنها لان عروق من ثورة العشرين هذه كذبة كبيرة يحاولون تزوير التاريخ وتزوير الحياة ولا شلون صنعت التاريخ اللي انتم شلون علاقتكم صناعة التاريخ انتم تصنعون تاريخا اسود حقيقة اذا كنت تحدث بهذا الشكل حكومة تشكل بعد اكثر من قرن من تشكيل برسي كوكس ديش الحكومة تشكلون حكومة بنفس المنهج الليجان اقتصادية تتحكم بالمشاريع كل الثروات للوزارة وكل التخصيصات بيد هذه الليجان الاقتصادية موجودة بالمحافظات وموجودة في المحافظين وموجودة في مجالس المحافظات وموجودة في مجالس المعرفين وموجودة في الوزارات فبالتالي نحن امام حالة غريبة عجيبة الفساد مستشري في كل مكان بهذه الطريقة حصة حصص موزعة بينهم وعلى المواطن ان يقبل ويرضى والمصيبة انهم يتحدثون نحن نسير على منهج الحسين رضي الله عنه ما علاقتكم بالحسين رضي الله عنه ما علاقتكم يعني ما علاقتكم بهذه القامة الكبيرة العظيمة ما علاقتكم بعلي ابن ابي طالب رضي الله عنه ما علاقتكم من له علاقة بالشخص يدافع عنه يجب أن يكون قيمه أساسا حاضرة في كل وقت في كل تصرفاته وين القيم؟ وين قيم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وين قيم حسين بن علي رضي الله عنه وين هاي القيم؟ القيم اللي يدافع عنها والقيم اللي يوقفه القيم الإسلام والرجولة والبسالة والطيبة والأخلاق والشهامة والنظافة والنزاحة وين هاي؟ بعيدين عنها الحديث عنها يبكي والله يبكي يرفعوا لك بكل الدوائر يعني الحسين منهجنا في بناء الإنسان والدولة هاي منهج وعند عشرين سنة تسرقون العراقين بهذه الطريقة ودقولونهم ويبتشو لطمو ولأنه احنا على منهج الحسين يا منهج ما لكم علاقة براء منكم الحسين وعلي ابن أبي طالب رضي الله عنه والحسين رضي الله عنه وكل شخصيات الدينية وكل أصحاب القيم وال يعني القيم العالية كلهم براء منكم وانهم يلاقى بكم من يفعل هذا بالعراقيين طوال واحد عشرين سنة قتلوا ذبحوا وتهجيروا طائفية وخطاب مج مؤذي رث ويسرقهم عين عينك ويتحدث وجي من اللجانة الاقتصادية تقعدوا لأمال العراقين شنو بيه خزنة يعني ماذا ما قال حمد حسين انهيكل قال قال لصوص وستطعوا على بنك وما يطلعوا من عنده هاي المصيبة هاي يعني انت الآن تمثلهم لصوص وهذا العراق بنك كبير ويسرقون من عنده والعراقين كلهم بجوع وفقر وامراض ومصايب وبطالة لا يمكن بعد وعند وعشرين سنة الحديث معيد ان تتحدثون بهذه الطريقة ما شنو علاقتكم انتم شنو علاقتكم بكل بكل القيم العالية يعني وما هي علاقتكم حتى بالعراق هذا العراق العظيم العراق هذا الشعب الطيب الراقي الخلوق الصبور الذكي ما علاقتكم به ما تشبهون العراقيين لأن العراقي لا يسرق ولا يصير عصبي يصير معارشين لكن بقلب طيب بإنسانية واضحة بأخلاق عالية يعرفوا شون يبني العراقي بناء لكن حولتوا إلى تقولوا لها روحوا قعد العطل ميتين يوم ما عرف كده ميتين وعشرين يوم تعطلوا بالسنة تتحدثوا عن نزاهة وبناء للعراق معلسة في الشديد وقت هذه الحلقة زال المشاهدين قد انتهى أترككم بخير وألتقيكم في حلقة أخرى لذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة